موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في ميزان الأسرة على قناة جين دي زاد الإلكترونية موضوع اليوم هو الحضانة في قانون الأسرة الجزائري من أهم الآثار القانونية لفك الرابط الزوجية هي وضع الطفل عند من هو أقدر على الاهتمام به و رعاية شؤونه القيام بأمره و حفظا و تربية و بكل ما يرزمه في حياته و معاشه و رعاية مصالحه في الحضانة حسب قانون الأسرة الجزائري في المدة 62 منه هي رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهرة على حمايته و حفظه صحة و خلقا و المشرع الجزائري رتب الحاضنين في قانون الأسرة و اعتبر الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة و كل ما سبق ذهره دائما مع مراعاة مصلحة المحضون إذا وقع الطلاق هل يمكن أن تستند الحضانة للأب دون الأم؟ هذا جائز و موفق للقانون في حالة ما إذا كانت مصلحة المحضون في بقائه مع أبيه و تقدير هذه المصلحة تخضع دائما لسلطة تقديرية للقاضي كيف تمارس هذه الزيارة للولد المحضون؟ يمكن للوادد الغير حاضن الاتصال بابنه من خلال الحكم له بالزيارة فالمشترع الجزائري جعل من الزيارة حقا لغير الحاضن متى تنتهي مدة الحضانة؟ نتكلم هنا عادة وما يجري عليه العمل القضائي في الجزائر تكون زيارة يومي الجمعة و السبت في توقيت و مدة يحددها القاضي و هذا بحسب الحالة و حسب الولد المحضون و تكون كذلك عادة الزيارة في العطلة المدرسية و الإعياد الوطنية و المناسبات منصفة بين الأب و الأم بمعنى يكون للأب نصف مدة و النصف الآخر يكون للأم هل تنتهي الحضانة ببلوغ الولد عشر سنوات؟ تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الولد الذكر عشر سنوات أما بالنسبة للأنثى فببلوغها سن الزواج هل يمكن إسقاط الحضانة عن الأم؟ للقاضي تمديد الحضانة بالنسبة للذكر إلى غاية 16 سنة إذا كانت الأم الحاضنة أما لم تتزوج ثانية و كل هذا مع مراعاة مصلحة المحضون هنا نصل إلى نهاية موضوعنا اليوم إلى اللقاء في نفس الموضوع المتعلق بالحضانة و في جزء منه حاولوا أن تكلموا فيه لسقوط الحضانة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة